بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مشيرا إلى أن الهجرة النبوية الشريفة تذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء داعيا الله عز وجل أن يجعل هذا العام الجديد عام خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم آمنا في وطنه وأن يحفظ مصر شكرا